بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم النهاردة كان فيه اجتماع مهم جدا عقر السيد الرئيس مع رئيس الوزراء ومجموعة من الوزراء المعنيين وزير التنمية المحلية اللواء هشام أمنى وزير الاسكانة الدكتورة عاصم الجزار واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني واللواء أركان حرب هشام سويفي رئيس الهيلة الدكتورة القاتل المسلحة اجتماع السفير بالسام قال إنه كان بخصوص ملف جزيرة الوراء جزيرة الوراء كان ملف فيه كلام وفيه شد وفيه جذب وفيه شائعات وفيه غضب وفيه استغلال وفيه ابتزاز سياسي وفيه ابتزاز مجتمعي فيه كل الأشكال ده نموذج يدرس لكيفية تعطيل مشروع يفيد جميع الأطراف ده نموذج يدرس في علوم الإدارة لكيفية إدارة أزمة أيضاً النهاردة سيد الرئيس مع المجموعة المختصة تكلم عن المخطط العام لتطوير هذه الجزيرة ويوجه بأن تكون وزارة التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية ذات الخبرة الناجحة في العمل الميداني والخدمي والمجتمعي أن تنضم وتشترك لتعزيز جهور الدولة للتطوير العمراني لجزيرة الوراء وتزودها بالخدمات المتكملة في إطار تخطيط هندسي حديث ومنظم وكذلك تدقيق وحوكمة البيانات على أرض الواقع لتنفيذ المشروع على الوجه الأمثل ولتلبية احتياجات وطلبات الأهالي بما في ذلك التعويضات ذات الصلة في هذا الإطار عرض الموقف التنفيذي الخاص بالمخطط الاستراتيجي لتطوير وتنمية جزيرة الوراء لسيما ما يتعلق بإنشاء الأبراج السكنية الحديثة ووحدات صغيرة وكبيرة من حيث المساحة وجهود رفع كفاءة البنية التحتية للمنطقة خاص أعمال الكهرباء ومد مصرات الكابلات لمحطات التحويل الكهربائي إلى جانب أعمال تخزية المياه والصرف الصحي تصمات شبكة طرق الداخلية طبعا خلينا أقول أنه هذا الموضوع بقاله فترة طويلة أكثر من سنتين ثلاثة وكان فيه مفاوضات واتفاقات ومحاولات لإقناع أهلنا في الوراء أنه ما يجري ربما يكون في بدايته وشكله أنه مقلق أو مزعج للبعض لكن شرح الموضوع أنه إحنا هنعيد تأهيل المنطقة وتخطيط المنطقة حتى ترتفع قيمتها الأول ونستغل ما بين إيدينا لأنه هنعندنا حاجات كثير مهضرة لا نحسن استغلالها ولا نحسن إدارتها أيضا وانا آسف لا نحسن عرض وجهة نظرنا كدولة لأهلنا ده تقصير من بعض الناس اللي في الإعلام يجوز تقصير من بعض المسؤولين يجوز أهو قدام حضرتكم المشروع أهو ده مشروع جزيرة الوراء وده المصطر بلان أو المخطط العام اللي هيكون بصوا عليه قد الإطار العام والشكل العام اللي الدولة بتخطط تعمله في قلب القاهرة في منطقة في جزيرة الآن عشوائية بامتياز أهو ده يا مصريين اللي الدولة نوية تعمله في جزيرة الوراء تكون بهذا الشكل منهاتم أنا مش ببالغ بقول ده في نهر الصين معلوش هذا كلام نهر الصين في فرنسا ومنهاتم في أمريكا بقول إحنا عايزين تبقى ده الشكل والله يا إبراهيم خليك بس لحظة سؤال محمد خليني يا جماعة الناس تشوف دي الصورة يا جماعة دي الصورة ده المخطط لهندسة الناس بشتفى مقاوي وإحنا مش فاهمينه أوه إبراهيم لكن خليني بس أقول إنه هو ده سبعين فدان ألف تسعمائة ستة وتسعين وألفين وستة مئة وخمسين فدان وده أهو أهو ده اللي أنا عايز ده الشكل تخيل ده الشكل العام اللي يبقى موجود في مصر فين في جزيرة الوراء فين كلكم شايفينها وعرفينها فين